هو ترك يحيى الصنوار مثل الدبئ تركه مثل ما هو ما بيجي يصوبه وهو يسعى مثل ياهو إلى تعريض يحيى الصنوار من القيادات الوسط واللي حولها تيبقى وحده أنا ما بينكر أنه يحيى الصنوار رجال أبو ضاي ورجال يعني رجل مقاتل من التراز الأول يعني هو يحيى الصنوار إذا خرج مثل ما هو الاتفاق اللي عم يحصل أنه بيخرج يحيى الصنوار من غزة بيطروا آمنة هو جمعته ويروحوا الرهان إلى الأدسفة القبيب ما بعرفين بيروحوا الرهان الإسرائيلية وبتخلص العملية هاهم بتفوت إدارة جديدة بتسلم غزة يعني هاي الصنوار بيطلع زعيم لأنه اغتيال إسماعيل هنية لهذا ما عرفنا كيف مات الزنمة الرجل يعني عطول في غموض يعني اغتيال إسماعيل هنية حاولوا الأمريكان والقطرية الشيخ تميم يركبوا خالد مشعل ما قابلوا معهم الإيرانية يركب يحيى الصنوار يحيى الصنوار يعني خليل الحي بمكتبوا له يحيى الصنوار نحن منعرف طيب كنا منعرف أنه هذه رسالة كانت كمان للعدو الإسرائيلي أنه رغم كل هذا الحصار ورغم كل هذه الأهداف اللي حكي عنا الإسرائيلي وما قدر حقق منا هذه الأهداف الاستراتيجية نحن رجعنا غصبا عن كن حطينا يحيى الصنوار قتلتوا لنا قيادة حطينا قيادة مستفز لإلكون أكتر مين قتلوا لإسماعيل هانية المصاد لهلأ ما بيعترفوا فيه الشباك الشين بيت ما حدا منهم بيعترف نطنيهم ما بقولوا نحن قتلنا ما بيقولوا هني عام ينكروا كل شي لا يشتيعملوا تيشكك 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 ولمحور ببعضه المحور هذا إذا بيضل هك بتفكك ما فيه وحدة ما فيش ترابط ترابط الصحات اللي عمل العملية حيص النوار دون أن يعود إلى حزب الله أول جمع حزب الله رح له ميت شاهد أول عشد أيام لأنه مش محضرين حالهم عساس بيعمل عملية بالفترة القريبة بيجيب عشية خمسة وعشرين جندي ألف ومتان ألف وثلاثمية بين قتيل وبين ما بعرف شو بين مخطوف كبرت القصة هي من تاني جمعة لتانياهم بس تلم زمام المبادرة ما كان لدي بيقلوا يسلم زمام المبادرة ما خلوه ما فيه إلا لبنان فتح حرب مسانة دي لغزة اللي عم تعملوا اليمن كمان منه قليل يا سيدتي عراسه عيني بس هلأ أمكانية اليمن شو فيها تعمل هلأ اليمن إجوا على حديدة على مرفع الحديدة ضربوا المرفع كله دمروه أنا معمول اليمن ما أملت الحوسيين معاملوا بس نحنا بدنا نعرف شو المطلوب من هذا المحور يعني هل المطلوب جر كل المنطقة لحرب كبراء شو المشكلة شو نعملنا وساعتها إذا جاريتها منقول دول العالم بتقول هذا المحور هو المجرم اللي عم ياتدي على إسرائيل طبعا على يبس يعني من دمر لبنان ومن روح حزب الله وبيموتوا كل شبابنا تروح على الإدس لا مش مزبوطة أنا خيزان من لبناني أنا هاي مش غيب براسي هم معطي رأي هاي مش مزبوطة ستنا بس إذا أنت ما بدك تروح على الإدس في غيرك تروح على الإدس في غيرك عم تقاوم لاسترداد حقه ما ننسى أنه هذا الكيان هو كيان غاصب غير موجود أساسا على الخريطة وهو احتل هذا الكيان الغاصب بوعد بريطانيا وبمساند من بعد من بيشيرهم شيرهم تخضر شيري بريطانيا وأمريكا وفرنسا وأوروبا وبعدها ما يبقى نحكي طب نضعف بتروحي على رأس الحية أول شيء مين رأس الحية بس المطلوب بأنه ما نقاوم ما نقاوم نحن نقذر أنه يكون عندهم شوية إنسانية ويستردو ما عندهم إنسانية عم تحكي بخلقوا خلقوا هاي الغدة السرطانية بالمنطقة وعم يتحكي علينا بقضية دولتين بدونش يعملوا دولتين واضحة لصة